السلام عليكم. سنعمل اليوم معكم صلطة صحية بامتياز قيمتها الغذائية ما بتتخيلوا كم هي عالية وكم طعمها طيب وغني تقدم بأفخم المطاعم لك احنا اكيد اضفنا بعض الاضافات واللي هيك التاتشاتي تعطيها فخامة اكثر وطعم اقوى ما تتخيلوا مكوناتها كم هي سحرية كم هي مغذية جدا جدا يهي سلطة الكنوة هتكون مع البقلة والرمان والشمندر ونبدأ وصفتنا على بركة الله عندي هاي بالبداية حبوب الكنوة معروفة الكنوة بقيمتها الغذائية العالية شوفوا كيف تكون في منها انواع منها اللونها الابيض ومنها الاسود ومنها الاحمر هذا انا جبته مكس منوع كل الانوان مع بعض هون عندي اربع حبات من الشمندر متوسط الحجم كتحضير مسبق صرقتهم قبل الوقت اخذوا معي مدة الصرق تقريبا ساعة تركتهم يبردوا تماما بعد هيك هستخدم ميت الشمندر اكيد بس اكيد ان كنت غاس الشمندر منيح لاستفيد من القيمة الغذائية اليها واسلخ فيها حبوب الكنوة استخدمت كوب كامل من الكنوة هاخدها طبعا اكيد الكنوة ما بتنتفع انها تنتقع بالمي لازم تنسلق كالرز فاضفتها مع ميت الشمندر مع ملعقتين كبار من زيت الزيتون وهتركهم على النار متوسطة لمدة ربع الساعة مع التقريب المستمر انتو شوفوا كيف شوي شوي حبات الكنوة كيف بتكبر وتتضاعف حجمها هيك بصير شكل هيك زي العيون شايفين كيف هون بعد ربع ساعة تماما صارت الحبوب الكنوة ممتازة هتركها كمان تبرد على جنب يعني ممكن احضرت حضير مسبق هون حامي الدرسنج الخطير عندي هون ربع كوب من زيت الزيتون اللي هو ربع كوب خمسين ميلي تقريبا ربع كوب من عصير الليمون درسنج هون هو الاساس نكية الصلاة القوية واللذيذة هضيف هون ملعقة واحدة من خل البلسمك ملعقة كبيرة او اذا مش موجود ممكن خل عادي وملعقة كبيرة من دبس الرمان وملعقة كمان كبيرة من الخردل المسترده الخردل او او اضيفته بعزز النكهة وكمان باتكي قوام كريمي للصوص وطبعا اكيد السلطة الصحية مي بالمية وسعواتها حارية قليلة مش عالية كمان هضيف هون ملعقة كبيرة من العسل ممكن نستغني عن العسل ملعقة صغيرة من الملح اللي الملعقة اللي تعادل خمسة جرام هون في مكون اختياري ان توفر اضيفي وان ما توفر مش مشكله بس انا بحب اتميز في طعم السلطات ملعقة صغيرة من صوص البيستو ان كان متوفر عندك بنبعب على بجاهزة هاخلطهم مع بعض تقريبا لمدة خمس دقائق تصير عندي قوام كريمي بهذا اللون يفتح شوي وكل تكتلات تروح هون حصلت على تات اربع كوب من حجم الصوص هاي الكنوة بعد ما تكتلات تبرد تماما شايفين كيف ضعف حجمها وصارت هيكا غنية ولونها كيف كمان اخذ حلو من لون الشامندر هضيف نصف كمية الدرسينج الصوص اللي عملته هخلطها مع الكنوة تماما خلطة من يح تتشرب الكنوة هاي النكهات كلياتها وجدا هاي مهم الخطوة انك تخلطي الصوص مع الكنوة او اذا استخدمت البرغ الفردا بالاساس حافظ على الورقيات تضلها حافظ على لونها ما تذبل هون هستخدم هاي البقلة اللي هي تسمى فرفحينة في بعض الدول هاي شايفينها كمان جدا مفيدة للبقلة وطعمها لذيذ بالسلطات وانا صراحة بحب استخدمها بالسلطات لانها هي الوحيدة من الورقيات ما بتذبل حتى باضافة الصوص والملح بظلم حاضع قوامها ولونها الاخر اللحظة هون اضافة هون كوب من الشامندر اللي هو الاربع حبات اللي سلقتهم قطعتهم قطع متوسط الحجم مربعات هيكا كبيرة هضيف هون نصف كوب من الرمان الحب كثير الرمان بحسوا مع السلطات كبير عزز النكة وهيك في حموضة طيبة وبعطيها لون هيك حلو فريش بخلط هاي المكونات مع بعض هادي مكونات سلطتي الاساسية هادي المكونات الاساسية هون هنضيف اضافات ان حبيت تضيفيها كتتميزي وتجديد في هاي فول الصوية الاخضر يباع منه طازة ومنه مجمد انا صراحة جبتوا مجمد باختوا بحطوا بماء لمدة عشر دقائق تيفيك وطبعا زي حبات الفصولة بقشر وبطلع معي هاي لحبوا شايفين ما اجملها كثير طيبة مع السلطات كتقديم مميز هون عندي علبة اذا بتحبق وتخديها معاك سناك للوظيفة لأي مكان للولاد مع المدرسة بحط في العلبة تحت اضافت علب حبات من الجوز ومن الفول الصوية اللي اضافته ومن الجبنة وحضيف من خلطة السلطة ليش اضافتهم تحت اساس لما اجي انا اسكب هاي السلطة اقلبها قلب الصحين هاي المكونات تطلع على الوجه هيك وشكلها كثير حلو فبعبيها بالسلطة وبسكرها وبحطها بالثلاجة ممكن نضلها عندي يوم يومين ما فيها اشي لانو ما فيها بندورة ما فيها مكونات انو فيها حموضة تنشط البكتيريا وتخرافه ممكن نضلها عندي يومين بالثلاجة هون السلطة بعما رتبتها زينتها بالجوز او اذا بدك البيكان قطع من الفراولة زي ما تجعيفين قطع من جبنة الفيتا ما احكي لكم كم طعمها لذيذ لا يوصف فبنصحكم تجربوها الوصفة تستمتعوا بتعمها الغني القوي تقدم بافخم المطاعم فاحنا اعطينا اسرار وتركات كيف المطاعم هيك بيقووا وعززوا النكات السلطات وكمان قيمتها الغذائي جدا عالية اللي فيها شمندر بتقوي الدم والكنوة نشويات فيها بروتين كمية عالفة مشبعة وفيها كمية من المعادن المغذية هون اللي ظل بيدرسينج بضيفه قبل التقديم مباشرة اساس يكون هيك طعمه غني واستمتعوا باطياب صلطة فبتمنت تكون الوصفة عجبتكم وما طولت عليكم بالحكي بس انا من كتر ما بحبها الصلطة كنت حاب هيك توصل هيك بمشاعري وكم هي لذيذة فجربوها وبعطوا لي تطبيقاتكم واهلا وسهلا فيكم نورتون ونورتوا قناتي كانت معكم نشوها رأفة اشتركوا في القناة